وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الفدية والكثارة في الحج هي الجزاء الذي يجب على من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام أو ترك واجبا من واجبات الحج وتتنوع الفدية إلى عدة أنواع أولا فدية الأذى فدية الأذى وهي الجزاء الذي يجب على الحاج بسبب ارتكابه محظورا من محظورات الإحرام من حلق للشعر أو تقليم للأظافر أو استعمال الطيب بعد الإحرام ولبس المخيط وتغطية الرأس بالنسبة للرجال ولبس النقاب أو القفازين بالنسبة للمرأة النوع الثاني من الكفارات وهو الهدي أو الدم وهذا النوع من الكفارات يكون لازما إذا ترك الحاج واجبا من واجبات الحج كما ذكرنا وقسمنا بأن أفعال الحج تنقسم إلى أركان أو إلى فروض للحج وهذه لا يجزئ عنها الدم وإذا تركها الحاج فسد حجه وعليه الحج من قابل أما الواجبات فهي التي تجبر بدم وأما السنن فإنه إذا تركها الحاج لا شيء عليه ولا دم عليه ولكن فاته عظيم الأجر النوع الثالث من الكفارات وهو الضمان بالمثل وهذا النوع من الكفارات يكون في الصيد الذي يحضر على المحرم ويمنع منه وهو صيد البر وهو صيد البر المأكول اللحم كالحمر الوحشية والغزلان والأرانب وغيرها يكون هذا الصيد يكون ضمانا بمثله النوع الرابع من الكفارات ما كانت كفارته الفدية المغلظة وهذا يكون إذا جامع المحرم زوجته في الحج فإن الوطأ في الفرج حرام في النسك لقوله تعالى لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث هو الجماع عند أكثر أهل العلم هذه هي أنواع الكفارات التي تكون في الحج